اشتركوا في القناة تابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون غدا الأربعاء وأن اليوم ثلاثة متمما لشهر رمضان تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية قصوى للجالية الجزائرية اتخذت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج مجموعة من الإجراءات الاستعجالية بخصوص تحسين أداء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية والتكفل بانشغالات الجالية الجزائرية بالخارج وتضمنت هذه الإجراءات تحسين أداء الممثليات الدبلوماسية والقنصلية وتكفل بانشغالات الجالية على أكمل وجهة حيث أسديت تعليمات للعمل بنظام الموعيد لتقديم مختلف الخدمات خاصة الحصول على الوثائق البيومترية مع تكفل بالحالة الاستعجالية دون موعد مسبق حتى يتم التكفل بجميع طلبات تجديد جوازات الصفر البيومترية فقد أعطيت تعليمات للمراكز الدبلوماسية والقنصلية لتمديد ساعة العمل الأسبوعية وتنظيم مداومات محلية لاستقبال الرعاية الجزائريين في أتعون الدبلوماسي تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس اتصالا هاتفيا من كاتب الدولة الأمريكي لشؤون الخارجية أنتوني بلينكين المحادثات تمحورت حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما في قطاع غزة كما تم التركيز بشكل خاص على المناقشات الجارية بمجلس الأمن بشأن آفاق انضمام فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة وفي خضم ذلك أشاد مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية عاقب صدور قرار مجلس الأمن القاضي بإحالة طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة للجنة العضوية بذات المنظمة هذا خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي لمناقشة عضوية دولة فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة في تطورة الوضع بفلسطين المحتلة يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم السادس والثمانين بعد المئة حيث استشهد وأصيب فجر اليوم عدد من الفلسطينيين في قصف استهدف منازل ومباني بغزة ودير البلح ورفح كما شن الاحتلال غارات على محيط شارع المدارس بالمدينة ومبنى بمخيم المغازي بينما استهدف قصف آخر للجان تعمل على تأمين المساعدات جنوب شرق مدينة غزة مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات في حين قصفت مدفعية والاحتلال حي التفاح في المنطقة الجنوبية من مدينة غزة وشمالها فيما توقعت مصادر طبية ارتفع عدد شهداء في خان يونس بعد انسحاب الاحتلال وانتشال جثامين اربعة وثمانين شهيدة حتى الآن معظمهم متحلل وارتفعت الحصيلة إلى ثلاثة وثلاثين الف وثلاثمائة وستين شهيدا وخمسة وسبعين الف وتسعمائة وثلاثة وتسعين جرحا يحدث هذا في وقت تشهد فيه بلدات ومدن أضفة الغربية المحتلة سلسلة مداهمات واقتحامات أصفرت عن عدة إصابات واعتقالات لعدد من الفلسطينيين في المغرب طالبت مجموعة والعمل الوطنية من أجل فلسطين في بيان لها بمناسبة يوم القدس العالمي السلطات العليا في المغرب تصحيح خطيئة التطبيع من خلال القطع الرسمي والنهائي للعلاقات مع كيان الإرهاب والإجرام الصهيوني وإلغاء كافة الاتفاقات المبرمة معه وإسقاط التطبيع إلى غير رجع مشددة على أن الخطوة باتت الحد الأدنى من واجب الدولة تجاه الشعب المغربي في سياق الجهود المتواصلة المبدولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من الثالث إلى التسعي أفريل الجاري عديد العمليات النوعية التي أصفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقضى والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني في إطار مكافحة الإرهاب أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ثمانية عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى تصدي لأفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 26 تجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 639 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب فيما تم ضبط 1160 غراما من مادة الكوكايين و28141 قرصا مهلوسا وبكل من تامنرست وبرجبجي مختار وإن صالح أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 310 شخص أو 10 أشخاص وضبطت 21 مركبة و96 مولدا كهربائيا و70 مترقة ضغط و23 جهازا للكشف عن المعادن و124 قنطارا من خام الذهب والحجارة بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عملية تنقيب غير المشروع عن الذهب في حين تم توقف 16 شخصا آخر وضبط سبع بنادق صيد و28850 لترا من الوقود و45 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني من جهة أخرى تمكن حرس السواحل من إحباط محاولة هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية ل53 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع فيما تم توقف سبعمائة وثلاثة مهاجرين بطريقة غير شرعية من جنسية مختلفة عبر التراب الوطني بهذا نكون قد وصلنا إلى الختام هذه الأخبار وأخرى تأتيكم على رأس الصحر موسيقى 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 موسيقى